اشتركوا في القناة المتطوعين الاجانب بالانضمام الى الفيلق الدولي لاوكرانيا بلا تأشيرة اعتبارا من واحد مارس اذار وكان الرئيس الاوكراني ناشد قبل يومين مواطن العالم واصدقاء اوكرانيا للمشاركة في الدفاع عنها واوروبا ضد العدوان الروسي وقد وقع الرئيس الاوكراني زيلينسكي مرسوما رئاسيا يسمح للمتطوعين الاجانب الراغبين في دعم اوكرانيا امام التدخل العسكري الروسي بدخول البلاد بلا تأشيرة وجاء في المرسوم الرئاسي اعتبارا من واحد مارس اذار جرى ادخال نظام دخول بلا تأشيرة للاجانب الذين يرغبون في الانضمام الى الفيلق الدولي لاوكرانيا مؤقتا خلال فترة سريان الاحكام العرفية وذكر المرسوم ان القرار الرئاسي لا ينطبق على المواطنين الروس وفي السابع عشر من فبراير شباط ناشد زيلينسكي كل مواطن العالم واصدقاء اوكرانيا المشاركة في الدفاع عن اوكرانيا واوروبا ضد العدوان الروسي واطلقت روسيا فجر 24 فبراير شباط عملية عسكرية في اوكرانيا تابعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو متابعين الاعزاء لا تنسوا ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو وان كانت مادته قد اعجبتكم لا تنسوا ان تدعمونا بتسجيل اعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة